هذا ودع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كما وجهت تبون تعليماته لأعضاء الحكومة ليكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب